بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة واتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط في مادة المهرات الرقمية الفصل الدراسي الثالث سنكون بإذن الله معا في هذا الدرس درس بعنوان الإحداثيات في البرمجة الجزء الثالث تعلمنا في الدرس السابق درس الإحداثيات في البرمجة الجزء الثالي تكلمنا عن استخدام الإحداثيات في فيكس كود VR وأيضا أوامر التكرار ذكرنا أنه يتم استخدام نظام الإحداثيات الديكارتي أو المخطط XY في فيكس كود VR يعرف هذا أيضا باسم نظام الثنائي الأبعاد 2D نظرا لأن هناك بعدين X و Y حيث يشار للعمود العمودي بالرمز Y وللصف الخط الأفقي بالرمز X إذن ذكرنا أنه يشار للعمود هو الخط العمودي بالرمز Y ويشار للصف الخط الأفقي بالرمز X يطلق على هاتين القيمتين لنقاط X و Y اسم إحداثيات النقطة ويمكن من خلال تلك الإحداثيات تحديد موقع أو تحديد الموقع في ساحة اللعبة نلاحظ هنا يمكن تحديد موقع أو لوكيشن الروبوت الافتراضي على المحورين X و Y من لوحة التحكم الخاصة بساحة اللعب الآن الروبوت في هذه الصورة يقع في منتصف المنصة والتي تعتبر مركز نظام المحاول بإحداثيات صفر و صفر صفر X و صفر Y تسمح ساحات اللعب في فيكس كود VR بقيم الإحداثيات بين سالب ألف مليمتر إلى موجب ألف مليمتر على المحورين X و Y محور X يحدد الموضع الأفقي من اليسار إلى اليمين للنقطة المحددة و موضع حركة الروبوت في ساحة اللعب يميناً أو يساراً بينما المحور Y يحدد الموضع الرأسي من الأعلى إلى الأسفل للنقطة المحددة و موضع حركة الروبوت في المنصة لأعلى أو لأسفل مثال على الإحداثيات إذا كانت إحداثيات البداية للروبوت صفر X و صفر Y و كان اتجاه الروبوت لأعلى أنشئ برنامجاً للذهاب إلى إحداثيات 300 X و 300 Y سيكون أو كانت التعليمات المرمجية بالشكل التالي لابنت عندما بدأت ثم لابنت تحرك إلى الأمام عدد 300 ملي متر بعد ذلك انعطف إلى اليمين لمدة 90 درجة ثم تحرك إلى الأمام عدد 300 ملي متر نلاحظ بناء على المثال كان موقع الروبوت في منتصف صفر و صفر كانت الإحداثيات صفر X و صفر Y للروبوت ثم طلب مننا أن يتحرك الروبوت 300 X 300 ملي متر على المحور X و 300 ملي متر على المحور Y ليلتقي بالنقطة 300 و 300 فالبداية ستكون سيكون اتجاه الروبوت إلى الأعلى فسيتحرك على المحور Y 300 ملي متر في اللبنة الأولى بعد ذلك سينعطف إلى اليمين في زاوية قائمة 90 درجة ثم يتحرك إلى الأمام على المحور X 300 ملي متر و سيقف عند النقطة 300 موجب X و 300 موجب على ألوان تطبيق العملي بعد فتح برنامج أو بيئة FixCode VR فتح المتصفح ثم في شريط العنوان VR.Fix.com في فئات لبنات الأحداث نسحب لبنة عندما بدأت و نفلتها في مساحة العمل ثم في فئات نظام الدفع نسحب لبنة تحرك إلى الأمام و نقوم بتغيير العدد من 200 إلى 300 ليصل إلى النقطة 300 Y بعد ذلك لبنة عطف يمين 90 درجة ثم لبنة تحرك إلى الأمام أيضا عدد 300 ملي متر ليتحرك الروبوت مسافة 300 ملي متر على المحور X بعدها الضغط على بداية في شريط الأدوات سيقوم بتحميل الملعب و نلاحظ حركة الروبوت بعد تحميل الملعب سيتجه إلى الأعلى 300 ملي متر ثم ينعطف إلى اليمين و يتحرك إلى الأمام و يقف عنده نقطة 300 و 300 باعتبار أن النقطة بداية الروبوت هي 0 و 0 أيضا ذكرنا معلومة في الدرس السابق و قلنا أن المربعات الفردية لتشكيل الشبكات في العديد من ملاعب فكس كود VR مثل خريضة الشبكة هي 200 ملي متر في 200 ملي متر في الحجم أيضا تكلمنا عن أوامر التكرار و ذكرنا أنك قد ترغب في بعض الأحيان بإنشاء برنامج ينفذ نفس التعليمات البرمجية عدة مرات يمكنك استخدام ما يسمى بعوامر التكرار لذلك تعتبر لبنات التكرار الأكثر استخداما هي لبنة التكرار ولبنة إلى الأبد ولبنة التكرار حتى ولبنة التكرار ولبنة التكرار في حين هي أكثر اللبنات المستخدمة في فكس كود VR تنتمي هذه اللبنات جميعها إلى فئة لبنات التحكم ذات اللون البرتقالي وتتحكم في سير البرنامج لبنات التكرار في فكس كود VR لبنة التكرار تستخدم عند تنفيذ اللبنات البرمجية الموجودة لعدد محدد سابقا من المرات العدد سنضعه داخل الدائرة عدد تكرار اللبنات لبنة التكرار إلى الأبد تستخدم عند تكرار اللبنات البرمجية الموجودة لعدد غير محدد وبدون توقف لبنة التكرار حتى تستخدم عند عدم معرفة عدد التكرارات حيث تكرر اللبنات البرمجية الموجودة داخل هذه الحلقة أو داخل الحلقة حتى يتحقق الشرط الموجود لبنة في حين أو لبنة التكرار في حين تستخدم عند تنفيذ اللبنات البرمجية الموجودة داخل هذه الحلقة بناء على شرط معين طالما يتم التكرار طالما كان هذا الشرط صحيح تعرفنا على لبنة التكرار أو استخدام لبنة التكرار وذكرنا أنه في الدرس السابق أنشأنا برنامجا يمكن الروبوت من تشكيل أو من رسم مربع أو من الحركة بشكل مربع ستحقق نفس النتيجة في هذا المثال ولكن بوقت أقصر باستخدام لبنة تكرار البرمجية نشاهد في التعليمات البرمجية لبنة عندما بدأ ثم اضبط سرعة القيادة إلى 100 ثم اضبط سرعة العطاف إلى 100 بعد ذلك لبنة التكرار استخدمنا لبنة تكرار أربعة لأننا نعرف عدد مرات تكرار وفي اللبنات داخل التكرار داخل حلقة التكرار استخدمنا لبنة تحرك إلى الأمام عدد 400 مليمتر ثم ينعطف إلى اليمين 90 درجة لبنة تحرك ولبنة العطف التي داخل التكرار ستتكرر أربع مرات لأننا نريد رسم أو تشكيل مربع مربع أربعة أضلع بأربع زوايا قائمة بينما سرعة القيادة وسرعة الانعطاف نريد ضبطها مرة واحدة فقط فتكون خارج حلقة التكرار وسيقوم الروبوت بتشكيل شكل أو بالحركة بشكل مربع تطبيق عملي على لبنة التكرار بعد فتح بيئة فيكس كود VR هذه اللبنات في السابق كنا نقوم بجعل الروبوت يتحرك بشكل مربع بتكرار لبنة تحرك إلى الأمام وانعطف إلى اليمين أربع مرات فنقوم بإدراج ثمان لبنات أربع لتحرك إلى الأمام وأربع نعطف إلى اليمين بينما مع استخدام لبنة التكرار استخدمنا لبنة تحرك واحدة ولبنة العطف واحدة ولكن داخل حلقة تكرار وطلبنا من الحلقة تكرار هذه اللبنات أربع مرات من فئة التحكم نقوم بسحب لبنة تكرار وإفلاتها في مساحة العمل بعد ذلك نقوم بتغيير العدد أو نقوم بوضع العدد إلى أربع بعد ضغط على زر بداية من شريط الأدوات بعد تحميل ملعب وبعد تحميل الملعب بعد الضغط على زر تشغيل سيقوم الروبوت بالحركة بشكل مربع باستخدام لبنات برمجية أقل من اللبنات البرمجية التي استخدمناها في المثال الأسفل سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله درس الإحداثيات في البرمجة الجزء الثالث رسم الأشكال ساحة اللعب الفن قماش واختيار ساحة اللعب ورسم خطوط بألوان مختلفة كذلك رسم دائرتين وفي جزء لنطبق معا سنقوم بحل بعض التدريبات هل يمكننا رسم مسار حركة الروبوت داخل ساحة اللعب بألوان مختلفة؟ أيضاً ماذا نستخدم لرسم حركة الروبوت داخل ساحة اللعب؟ سنتعرف بإذن الله على ذلك خلال مجريات هذا الدرس أولاً رسم الأشكال لكي تحصل على عرض أفضل لما يرسمه الروبوت يمكنك استخدام قلم الروبوت روبوت pin يوجد هذا القلم في وسط الروبوت ويمكنك استخدامه لرسم مسار حركة الروبوت يمكن استخدام لبنة نقل القلم move pin ولبنة أضبط القلم على اللون set pin to color للرسم تنتمي هاتان اللبنتان إلى فئات لبنات العرض بنفسجية اللون إذن لرسم الأشكال نستطيع استخدام استخدام القلم لرسم مسار الروبوت لإستخدام القلم لدينا لبنتين لبنة نقل القلم ولبنة أضبط القلم على اللون سنتعرف على ذلك بإذن الله خلال هذا الدرس لبنة نقل القلم كما ذكرنا أنها باللون البنفسجي يمكن استخدام لبنة نقل القلم لتحريك أداة القلم أسفل ليتمكن الروبوت من الرسم على لوحة اللعب أو في ساحة اللعب أو تحريكه فوق لإيقاف الرسم إذن إذا أردنا الرسم أو إذا أردنا الروبوت من أن يقوم بالرسم نقوم بإنزال لبنة القلم إلى أسفل وإذا أردنا إيقاف الرسم نقوم بنقل أو برفع لبنة القلم إلى الأعلى وإلى فوق يشبه هذا إلى حد كبير عملية استخدام قلم الرصاص حقيقي للكتابة حيث يتم تحريك القلم إلى الأسفل إذا أردت الكتابة وتحريكه إلى أعلى إذا أردت الإيقاف أو إذا أردت التوقف عن الكتابة أيضا يمكن استخدام لبنة أضبط القلم على اللون لتغيير لون القلم وأيضا هي تأتي باللون البنفسجي يوجد لدينا أربعة ألوان لضبط القلم أسود أحمر وأخضر وأزرق بإمكانك اختيار أحد هذه الألوان على سبيل المثال إذا استخدمت كاميرا التتبع وأعدت روبوتك ليكتب باللون الأحمر فستلاحظ مباشرة أن لون القلم في وسط الروبوت قد تغير لونه إلى الأحمر إذن إذا استخدمت لبنة القلم واستخدمت في ساحة اللعب كاميرا التتبع ستلاحظ مباشرة تغير في لون القلم إلى اللون الذي اخترته على سبيل المثال اللون الأحمر ساحة اللعب الفن قماش يمكن رسم الأشكال في ساحات اللعب المختلفة ولكن من أكثر ساحات اللعب شيوعا هي لوحة الفن قماش في هذه الساحة يكى الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة X0 و Y0 X0 ملي متر و Y أيضاً 0 ملي متر ويتم تقسيم المساحات إلى مربعات أصغر طول ظلعها 20 ملي متر كيف تستطيع اختيار ساحة اللعب أو التنقل من ساحة اللعب إلى ساحة اللعب أخر؟ لاختيار ساحة اللعب عليك الضغط على زر اختر ملعب بعد الضغط على زر اختر ملعب ستظهر قائمة أو نافذة اختر ملعب تستطيع الاختيار من الملعب المتوفرة الموجودة يمكنك مسح الرسومات في ساحة الفن قماش باستخدام زر اعادة الضغط تطبيق عملي على اختيار ساحة اللعب بعد فتح بيت فكس كود VR البرمجية من شريط الأدوات نقوم بالضغط على أيقونة أو زر اختر ملعب ستظهر لنا نافذة اختر أحد الملعب الموجودة تستطيع اختيار قائمة من الملعب أو عدد من الملعب المتوفرة مع وجود ملعب تحتاج إلى رخص برمجية تستطيع اختيار الملعب المتوفرة بشكل مجاني في بيئة فكس كود VR وهذه هي ساحة اللعب فن قماش تستطيع أيضا تغيير اعدادات العرض وتستطيع اعادة أو مسح الرسم من خلال الضغط على اعادة طب رسم الخطوط بألوان مختلفة أنشئ برنامجا يرسم خطوطا بألوان مختلفة استخدم أداة القلم في ساحة الفن قماش لرسم خطين بألوان مختلفة وبإحداثيات محددة يجب أن يتحرك الروبوت إلى الأمام وصولا للنقطة وفق الأبعاد X 0 ملي متر و Y 150 ملي متر ليرسم خطا أسودا أثناء حركته بعد ذلك يجب أن ينتقل روبوتك إلى النقطة X 0 ملي متر و Y 255 ملي متر بدون رسمه لأي شيء أثناء حركته أخيرا يجب أن يصل الروبوت إلى النقطة X 0 ملي متر و Y 400 ملي متر أثناء رسمه للخط باللون الأخضر هنا سيقوم الروبوت بالرسم بالشكل التالي في البداية سيبدأ بالخط الأسود ومن ثم لن يرسم أو يتحرك بدون رسم خط ومن ثم يرسم اللون الأخضر أولا لبنت عندما بدأت بعد ذلك نقل القلم أسفل حتى يتمكن الروبوت من الكتابة ثم تحرك إلى الأمام عند 150 ملي متر بعد ذلك سنقل القلم فوق حتى لا يكتب أو لا يقوم الروبوت بالرسم تحرك إلى الأمام عدد 100 ملي متر سيقوم بالتحرك 100 ملي متر بدون كتابة أي خط أو بدون رسم أي خط ثم سينقل القلم إلى الأسفل ويقوم بتغيير اللون إلى اللون الأخضر ثم يتعرك إلى الأمام عدد 150 ملي متر باللون الأخضر كما هو واضح في الصور تطبيق عملي على ذلك نشاهد اللبنات في التعليمات البرمجية نقوم بوضع لبنت نقل القلم من خلال فئات العرض ومن خلال فئات نظام الدفع نقوم بسحب وإفلات لبنات تحرك أيضا لبنت أضبط القلم على اللون من لبنات فئات العرض ذات اللون البنفسجي نشاهد بعد الضغط على زر بداية في شريط الأدوات نشاهد حركة الروبوت في ساحة اللعب بعد تحميل الملعب نلاحظ أولا اختلاف ساحة اللعب إلى ساحة اللعب فن قماش نلاحظ حركة الروبوت بالخط الأسود ومن ثم بالخط الأخضر أيضا نستطيع باستخدام بيئة فيكس كود VR رسم خطوط بألوان مختلفة نستطيع رسم مربع بضلعين باللون الأسود وأيضا ضلعين باللون الأحمر استخدم ساحة الفن قماش وشغل البرنامج التالي ثم لاحظ الاختلاف بين هذا البرنامج والآخر الذي استخدمته سابقا لرسم مربع ستلاحظ بعد تشغيل البرنامج أن أضلع المربع قد تلونت بألوان مختلفة في التعليمات البرمجية في البداية لبنت عندما بدأت بعد ذلك لبنت أضبط القلم على اللون الأسود لرسم الظلعين باللون الأسود ثم نقل القلم للأسفل ليقوم الروبوت برسم الخط ثم تكرار مرتين ليقوم برسم الظلع الأول والظلع الثاني باللون الأسود بينما بعدها أضبط القلم على اللون الأحمر وأيضا لبنت تكرار مرتين ليقوم برسم الظلعين الآخرين باللون الأحمر نشاهد تطبيق العملي أضبط القلم أيضاً نقل القلم التكرار باللون الأسود ثم تغيير القلم إلى اللون الأحمر ثم التكرار مرتين باللون لرسم الضلعين باللون الأحمر بالضغط على بداية في شريط الأدوات تحميل الملعب سيقوم الروبوت برسم مربع بضلعين باللون الأسود وضلعين باللون الأحمر في ساحة اللعب الفن قماش نلاحظ ضلعين باللون الأسود وضلعين باللون الأحمر أيضاً يستطيع الروبوت رسم دائرة أو دائرتين لكي ينشئ الروبوت دائرة يجب أن يتحرك إلى الأمام بمقدار خمسين ملي متل ثم ينعطف عشر درجات ستحتاج لمعرفة عدد مرات أو تنفيذ هذه الخطوات كما تعلم فإن الدائرة الكاملة تتكون من ثلاثمائة وستين درجة وبما أن الروبوت ينعطف فيه كل مرة عشر درجات فإن عدد المرات التي يجب فيها تكرار هذا الأمر لإنشاء دائرة كاملة سيكون من خلال قسمة عدد درجات أو قسمة درجات الدائرة الكاملة ثلاثمائة وستين على درجة العنطاف التي هي عشرة وإذن سيقوم في التعليمات البرمجية سنقوم بتكرارها ستة وثلاثين تكرار هنا لبنت عندما بدأت أضبط اللون الأحمر نقل أسفل القلم أسفل ثم تكرار لمدة أو تكرار لعدد ستة وثلاثين لرسم الدائرة بعد ذلك نقل القلم فوق ليتوقف الروبوت عن الكتابة ثم انعطف لتسعين درجة اليسار تحرك إلى الأمام سر وخمسين بعد ذلك أضبط القلم على اللون الأخضر ليقوم بكتابة دائرة أخرى باللون الأخضر وبتكرار ستة وثلاثين مرة ليتم عمل أو ليتم رسم الشكل التالي تطبيق عملي على ذلك نلاحظ التعليمات البرمجية سرعة القيادة إلى مئة والسرعة الانعطاف أيضا إلى مئة في الدائرة الأولى اللون الأحمر وفي تكرار ستة وثلاثين مرة وفي الدائرة الثانية اللون أخضر وفي تكرار أيضا ستة وثلاثين مرة بعد الضغط على زر بداية في شريط الأدوات عند تحميل الملعب سيقوم الروبوت برسم دائرتين على ساحة اللعب الفن وماش نلاحظ بعد تم تشغيل الروبوت سيقوم برسم دائرة باللون الأحمر كما نشاهد بعد ذلك دائرة باللون الأخضر لجعل الدائرة أكبر أو أصغر نحتاج إلى تغيير قيمة المسافة التي يقطعها الروبوت أو درجات انعطاف الروبوت وصلنا إلى جزء لنطبق معا تدريب الأول حدد الجملة الصحيحة فيما يلي وحدد الجملة الخاطئة يمكنك أن ترى قيمة أو نص في نافذة المراقبة باستخدام نافذة وحدة تحكم العرض أحسنت الإجابة صحيحة تحدد قيمة Y موقع الروبوت الافتراضي على المحور الأفقي أحسنت قيمة X الموقع المحور الأفقي إذا كانت إحداثيات موقع الروبوت X و Y تساوي صفرا فإن الروبوت يقع في منتصف المنصة إجابة صحيحة أو عبارة صحيحة يمكنك رسم أشكال فقط في ساحة لعب الفن وماش أحسنت الإجابة خاطئة يمكنك تغيير الملعب من خلال الضغط على أو حدد زر الملعب أيضاً الإجابة صحيحة يستخدم الروبوت قلم الروبوت الموجود في الجزء الخلفي منه للرسم الإجابة خاطئة في منتصف الروبوت تدريب الثنين أنشئ برنامج الذي يرسم مثلث وعرض الرسالتين التاليتين كالتالي بداية البرنامج ثم تم إكمال المثلث نلاحظ في التعليمات البرمجية نشاهد التطبيق العملي على ذلك عندما بدأت إطبع بداية البرنامج ثم نضبط لون العرض إلى الأسود ثم ننقل القلم إلى الأسود ومن ثم نكتب تعليمات كتابة المثلث وفي النهاية نضبط المؤشر إلى الصف التالي لينتقل إلى صف آخر ومن ثم تم إكمال إطبع تم إكمال المثلث نلاحظ في وحدة المراقبة نلاحظ بعد تشغيل البرنامج سيتم كتابة التعليمات أو الرسالة التي ظهرت بداية البرنامج بعد نهاية المثلث سيتم كتابة تم إكمال المثلث في التدريب الثالث بناء على آخر برنامج إنشأته في هذا الدرس هل يمكنك إنشاء دائرتين إضافيتين حاول أن تنشئ دائرة أصغر من دائرة الحمراء وأخرى أكبر من الدائرة الخضرة وهذه التعليمات ومثل التدريب الثالث نشاهد في التطبيق العملي بعد الضغط على زر بداية في شريط الأدوات عند تحميل الملعب سيقوم الروبوت برسم الدوائر بالشكل التالي أولاً الدائرة السوداء بعد ذلك الدائرة الحمراء ثم الدائرة الخضرة وفقاً للتعليمات البرمجية الموجودة للروبوت ثم الدائرة الزركة قام برسم أربع دوائر مختلفة الحجم دائرة سوداء دائرة حمراء ودائرة خضراء ودائرة زرقاء كما هو واضح في الشكل أمامكم أيضاً نستطيع من خلال التعليمات البرمجية للروبوت استخدام ساحة اللعب للفن قماش لإنشاء برنامج يمكن الروبوت من رسم أو من تشكيل مضلع بثمانية أضلع نلاحظ في التعليمات البرمجية التالية نلاحظ التطبيق العملي لذلك عندما بدأت نقوم بتكرار ثمان مرات أضبط اللون الأحمر تحرك مية وخمسين أضبط اللون الأزرق ومن ثم تحرك عدد مية وخمسين وانعطف خمسة وأربعين درجة بتكرار هذه ثمان مرات وسيقوم الروبوت بتشكيل شكل ثمان كما نلاحظ نقوم الروبوت بتشكيل ثماني باللونين الأحمر والأزرق نلاحظ تعلمنا في هذا الدرس درس الإحداثيات في البرمج الجزء الثالث رسم الأشكال ساحة اللعب الفن كوماش اختيار ساحة اللعب رسم خطوط بألوان مختلفة رسم دائرتين ونطبق معا شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر